نقاتل في سبيل الله قال هل عزيزم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيؤهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون لهم فعلنا ونحن أحق بالملك منه ولم يوجد سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وسابه بسطة في العين والجسر والله يؤدي ملكه من يشاء والله واسع العين وقال لهم نبيؤهم إن آية ملكه أن يأتيكم لا أبود فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل مصار وعبار تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مكمنين فلما فصل طالوت بالجنوب قال إن الله مبتليكم دنا ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغفره ورفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لناليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما فرثوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا خبرا قالوا ربنا أفرغ علينا خبرا وسبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين شكرا شكرا